وأفضل تحرك في المبراء يأتي في هذه اللحظة لفرسك ميموسس راكلة روكنية ملعوبة خطيرة فرصة من على خط المربع جول 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 في المتابعة يأتي الهدف انقذ أول من على خط المربع ولكن في المتابعة يأتي الهدف الأول الآن لفريق هاسك ميموسس عن طريق النجم يالك زكري يسجل رابع عدفه في هذه البطولة هذه الروكنية الملعوبة بشكل رائع جدا رابع عدف زكري في المتابعة يأتي الهدف الأول لفريق هاسك في هذه المباراة والهدف الرابع لإيانك زكري في هذه البطولة رابع عدف زكري في هذه البطولة هذه الرأسية الأولى